السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد سبحان الله اناء الليل واطراف النهار سبحان الله بالغدو والاصال سبحان الله بالعشي والابكار سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانك سبحانك ذي الملك والملكوت سبحانك سبحانك ذي العزة والجبروت سبحانك سبحانك ذي الكبرياء والعظم سبحانك سبحانك الملك الحق المهيمن القدوس سبحانك سبحانك الملك الحي الذي لا يموت سبحانك سبحانك الملك الحي القدوس القائم الدائم ربي العظيم ربي الأعلى سبحانك سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك سبحانك خالق ما يرى وما لا يدركه الأبصار سبحانك سبحانك اللطيف الخبير لا إله إلا أنت اللهم يا رب العالمين نسألك أن تحفظ علينا بلدنا المغرب اللهم احفظ بلدنا الغالية من كل سوء اللهم احفظها من كل سوء وأدم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظنا بالإيمان وبالإسلام اللهم أمننا في أوطاننا اللهم يا رب يا كريم أرزقنا رزقا حسن رزقا طيبة رزقا مباركة اللهم اصلح شبابنا واصلح بناتنا واصلح نساءنا واصلح جميع المؤمنين والمؤمنات واصلح يا ربنا ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا اللهم يا دلجلال والإكرام نستودعك المغرب ورجاله ونساءه وشبابه وأطفاله وأمواله يا من لا تضيع عنده الودائع يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العالمين سبحانك سبحانك ما أعظم شانك اللهم يا رب آتي أنفسنا تقوها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها اللهم إن نسألك جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم إن نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم نسألك اللهم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول الشيء كن فيكون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل نسألك اللهم أن ترحم أموتنا أجمعين اللهم ارحم والدين وأجدادنا وأحبابنا وأقاربنا وكل من له الحق علينا وارحم برحمتك الواسعة جميع المؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء إنهم الآن في قبورهم في وحشة القبر وظلمة القبر وبورودة القبر اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم أنزل أموتنا جميعا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أنزل أموتنا من نازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل في قبورهم نورا وعن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن أمانهم نورا وعن يسالهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا ومن كل جوانبهم نورا اللهم يا رب آنسهم في وحشتهم آنسهم في قبورهم آنسهم في غربتهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لنا ولهم عافنا واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رحمن يا رحيم اللهم اجمعنا معهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى احشرنا وإياهم مع أصحاب اليمين اللهم بشرنا بمن قلت فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا من المتقين الذين قلت فيهم يوم القيامة في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يا ربي احشرنا مع المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين اللهم يا رحمن يا رحيم اختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار سبحان الله بالغدو والأصال سبحان الله بالعشي والإبكار سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانك سبحانك ذي الملك والملكوت سبحانك سبحانك ذي العزة والجبروت سبحانك سبحانك ذي الكبرياء والعظم سبحانك سبحانك الملك الحق المهيم القدوس سبحانك سبحانك الملك الحي الذي لا يموت سبحانك سبحانك الملك الحي القدوس القائم الدائم ربي العظيم ربي الأعلى سبحانك سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك سبحانك خالق ما يرى وما لا يدركه الأبصار سبحانك سبحانك اللطيف الخبير لا إله إلا أنت اللهم يا رب العالمين نسألك أن تحفظ علينا بلدنا المغرب اللهم احفظ بلدنا الغالية من كل سوء اللهم احفظها من كل سوء وأدم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظنا بالإيمان وبالإسلام اللهم أمن في أوطاننا اللهم يا رب يا كريم أرزقنا رزقا حسنة رزقا طيبة رزقا مباركة اللهم اصلح شبابنا واصلح بناتنا واصلح نساءنا واصلح جميع المؤمنين والمؤمنات واصلح يا ربنا ولات أمورنا وأيد بالحق إمامنا اللهم يا دلجلال والإكرام نستودعك المغرب ورجاله ونساءه وشبابه وأطفاله وأمواله يا من لا تضيع عنده الودائع يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العالمين سبحانك سبحانك ما أعظم شانك اللهم يا رب آتي أنفسنا تقوها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها اللهم إن نسألك جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم إن نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم نسألك اللهم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيئك فيكون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل نسألك اللهم أن ترحم أمواتنا أجمعين اللهم ارحم والدين وأجدادنا وأحبابنا وأقاربنا وكل من له الحق علينا وارحم برحمتك الواسعة جميع المؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء إنهم الآن في قبورهم في وحشة القبر وظلمة القبر وبرودة القبر اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن تجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم أنزل أمواتنا جميعا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أنزل أمواتنا من نازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل في قبورهم نورا وعن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن أمانهم نورا وعن يسارهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا ومن كل جوانبهم نورا اللهم يا رب آنسهم في وحشتهم آنسهم في قبورهم آنسهم في غربتهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لنا ولهم عافنا واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الدنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رحمن يا رحيم اللهم اجمعنا معهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى احشرنا وإياهم مع أصحاب اليمين اللهم بشرنا بمن قلت فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا من المتقين الذين قلت فيهم يوم القيامة في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يا ربي احشرنا مع المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة امين اللهم يا رحمن يا رحيم اختم لنا بالحسن بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين